عسام الشيبي هو يلعب في دور اليوم المدفع في جبهة الخلاصون مع الجماعة في إطار الدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الفاشية فكحاجة لازم نعرفها للناس اللي ما تعرفيش من أكثر الطرق اللي تستعملهم الدول الفاشية هي بش نقولها بالسوري خد ما قلتاش بالعربي بعدها تعمل للفات متاع مرضى نفسينيين للمعارضين وكانت عندهم خانكات يحطوا فيهم الناس هذو ما يعتبروه وغير ذلك ويمشيوا عند الرأي العام اللي ذلك إنسان غير سوي وهذا كان إنسان مريض وينجم سيشيبي يرجع للتاريخ ويرجع للفاشيات هذية هتو ينجم يزيد يلتستلهم منهم خطاب بيزيد يطور خطابوا في المسألة هذية بعدها للناس هذو ما لازم يعديوا عليهم معناها سيغغاف إنه الخطاب يوصل إلى مثل هذا الانحدار يوريك زوز حاجات يوريك اللي فما معناها زنقة هذو ما جميع المعارضين هذو ما وصلوا إلى نوع من الزنقة على خاطر كيف توصل الخطاب متاعك ينحضر بالطريقة هذيك معناها أنت ما لقيتش تجاوب شعبي راهو اللي يكون عنده معناها ناشط ومور وماشية وكل شيء ما ينزلش لمثل هذا الخطاب ولحقيقة يوريك زيدا عليش توا العباد هو يقول لك هذو ما اللي يسندوا في قيس السعيد هما مرضى نفس سنين ليه الناس تسند في مسار خمسة وعشرين على خط المعارضة هي ناس كي مسي عيسام الشابي هما كيف يروا عيسام الشابي يتكلم ونجيب الشابي يتكلم وكيف كان سيف مخلوف يتكلم والغنوش يتكلم الناس هذو ما يقول لك ليه خوية أنا هذو ما معاش نتيقهم معاش نحبر هذو مستوى الخطاب شنوى الخطاب اللي طرحوه لبدة قدش من عام شنوى الخطاب هذو ياخي هو كان مستهوي تونسا ياخي جاي قيس السعيد عمل لهم ما كيسس لهم الفيشة هي فيشة تسلت وكان جيت العبادة تحبهم وكان جيت العبادة عندها ثيقة فيهم ما هو رهو العباد تتبعوهم وما قالك ليه هو جاي نحى دور الأحزاب لو كان جيت الناس تعتقد في الأحزاب هذية ولو كان الأحزاب هذية قامت بدور فعال وما شلكتش الحياة السياسية وخدموا معناها إذا موجيها تولي غاتوا ليه وعملوا كالتوافقات مع الأخوين جيا وعملوا معناها حاجات اللي تجهز على كل معنى للحياة السياسية وعلى كل لوجيك لو كان جيت العبادة عندها ترافي معنى في الحياة السياسية متاع العبادة هذو ما رهي خليتهم يخرجوا من المجلس بتلك الطريقة وراهي خليت المجلس النوابية تنحى وراهي ماي رهي جيت معاهم في المظاهرات دونك يظهر لي من الأسباب متاع الفشل الدئم متاع سي عصام الشابي ومن معه الي هما مايعملوش الدياجنوستيك الصحيح انتي باش تنجح لازمك تعمل الدياجنوستيك الصحيح ويحتبدا لانجرية ذربته في ساقه وفي عود يغزر للانجرية في ساقه يقول عندي لانجرية لازمني نعمل لازم نمشي للطبيب لازم ليقع عندي سبوع لازم يقصه لي ونداوي لا يقول لك مايعمل الدياجنوستيك غالت يقول لك مايش هنجرية هاوك هاني ندهن فيه بالفيكس فهمت بتبيع عبشهم بعد ما تنجحش دونك يظهر لي لازمهم يراجعوا رويحهم شوية ناس هدوما ويفهموا عليش وقع هذا اللفظ الشعبي لهم هما رهو موش قيس سعيد لفظهم بل الناس لفظهم لو كيجي قيس سعيد خذي تلك الاجراءات والناس راهي مش موافقة رهو الناس هندوه هشوهيره هل تتفق معا اشتركوا في القناة